الامة وفيت وكانت مريضة جزاء الله وكل خير الله يسكنها فسيح الجنات وكان عليها ايام من رمضان ماتت مريضة هذه معذورة عند الله ليس عليها سيام لا اطعام ولا احد من الاولياء يصوم عنها في قول نبي من مات عليه صوم صام عنه وليه هذا في من تيسر له الصوم وتقعص فلم يصوم ومات لكن من كان مريضا هو معذور اصلا يعني هذه التوقيت هو مرخص له الفطر فهي مرخص لها الفطر لمرضيها وماتت في مرضيها فليس فليس عليكم لا صيام ولا اطعام هي معذورة عند ربيها جل في علا ولا الاجل كامل غير منقوس الله يسكنها فسيح الجنات ان شاء الله